طيب خلينا نتكلم طبعا عندنا أكيد ملف المنتخب القومي وكنا بنتكلم على مباراة توجه كنا متوقعين أداء أفضل شوفت المباراة زي يا دكتور هو أشوف طبعا لازم كلنا نتفق على أن منتخب مصر عندما يلعب منتخب مصر لا يجب أن يحدث ما حدث خلال الأيام نقول مثلا من أول الشهر كده حالة الإهمال أولا ثم حالة الهجوم العنيف على الجهاز الفني وعلى اللعيبة وعلى كده ما بعد المباراة يجب أننا نكون نقدنا دايما بناء يعني إحنا عايزين إحنا في طريق نعتبر يعني فقط مبارح في المباراة وصلنا إلى نص الطريق لسه النص التاني ولسه كتير قوي للمنتخب والمنتخب مر بظروف سلبية كتير جدا كلها صبت ضد المنتخب يعني أنا حتى قلت كده في مقال لو اجتمع أعداء المنتخب مصر وأعداء مصر إن هم يخلوا المنتخب في حالة من الألأ والإطراب قبل مباراة مهمة زي مباراة تو جمبره مش هيعملوا اللي عملوا كل الأطراف حتى الأطراف المعنية بالمباراة يعني الأطراف الجهاز الفني نفسه اتحاد الكورة يعني اتحاد الكورة ده المفروض إنه خلاص يقف عن أي كلام في أي حتة